روح الرب عليّ ولهذا مسحني لأبشر المساكين وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرة وعودة البصر إلى العميان وأطلق المكهورين أحرارا سيادة المتران حن علوان السامي الاحترام سيادة المتران فرانسوا عيد السامي الاحترام أباء المدبرين العامين الجدد قدس الأباء العامين الصابكين أباء الأجلات أخواتي الراهبات سعادة النائب ندى البستاني المحترمة أصحاب المعالي والسعادة والشخصيات العسكرية والحزبية والقضائية والنقابية والأكاديمية رؤساء المجالس البلدية والاختيارية والفعاليات والشخصيات الاجتماعية الأصدقاء والأهل الأعزاء في هذا الأحد التاسع من زمن العنصرة نتأمل في هذه الآية من سفر آشعية كرأها الرب في مجمع الناصرة مدينة نشأته روح الرب علي مسحني وأرسلني هو روح الرب عينه الذي حل على رهبانيتنا المارونية المريمية منذ لحظة تأسيسها منذ أكثر من ثلاثمائة وثمانية وعشرين عاما أحبها فأرادها أداة خلاص تنادي بإطلاق الأسرة تكبلهم سلاسل المادية القاتلة وجشع الاستهلاك وتعلن عودة البصر إلى من أعماهم فخر هذا العالم عن الحقيقة والحياة فابتعدوا وضلوا وتطلق المكهورين استحررهم من قهرهم وعبوديتهم وتفتع عيونهم من جديد إلى نور الملكوت وحب المسيح المحرر بهذه الأمانة لروح الرب المحرر والمحي قبلت اختيار إخوة الرهبان لي لأكون أبا عاما لأقبل عن غير استحقاق نعمة الرب المحية تقودني في خدمة رهبانية أحبها الرب فدعاها في حشواد كنبين كونها وكان لها الراعي والرفيك على مد الكرون الثلاثة والنيف لتكون إناءا ينضح برائحة المسيح العذب الخلاصية لقد اتخذت شعاري لحظة اختارني إخوة الرهبان لأكون على رأسهم وفي خدمتهم وخدمة الرهبانية المارونية المريمية لقاء وانطلاق فخدمتي بإذن الرب سوف تكون بأسرها مكرسة لحدث اللقاء الدائم بين رهبانيتنا والرب المحي الذي اختارها فكانت ومن هذا اللقاء بيننا وبين الله الثالوس عبر حياة صلاة واتحاد به ننطلق لنحيا سر اللقاء بين بعضنا البعض لنكون كل واحد للآخر العدد والسند والرفيك لنصبح كما شاءنا المؤسسون جسما واحدا صلبا متعاضدا في خدمة الكنيسة والشعب الله من لقائنا ننطلق لنعلن ونبشر ونخبر كم أن الرب رحوم محب هو الفادي وبه وحده الخلاص أرفع الشكر باسم الآباء المدبرين الجدد الأبات بيير نجم والأب جهاد يونس والأب جعمرون الهاشم والأب سمير غصوب وباسم الشخصي من أجل رهبانيتنا ومن أجل رهبانها على تعبهم وخدمتهم لشعب الله في أديارنا ورسالاتنا ومدارسنا وجامعتنا يصهمون في بناء الإنسان بصرف النظر عن دينه أو انتمائه أو معتقده ينشرون المحبة ويعلنون حب الله للإنسان أرفع الشكر لحبرنا الأعظم قداسة البابا فرنسيس الذي رافق رهبانيتنا بعنايته الأبوية والمحبة كما أشكر أبانا وراعينا وسليل رهبانيتنا صاحب الغبط والنيافة الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي الكلي التوبة على محبته وصلاته وعنايته فنحن نعلم أن في قلبي سيد بكركي محبة لا تفتر لرهبانية صارت لنا أمًا وأحبتنا حتى المنتهى وأشكر صاحب السيادة حضرة المفوض الحبري المطران حن علوان السام الاحترام الذي رافق رهبانيتنا بحكمته وهدوئه كما بصلاته وأبوته مع إخوة الرهبان أشكر الأبات بيار نجم الكبتان الحكيم صاحب الوزنات العشر الذي قاد رهبانيتنا إلى المناء الأمين واكتسب محبة الجميع فللرب نصلي لكي تبقى لنا وللكنيسة زخراً روحياً تعطي بصمت ومجانية على مثال أمنا مريم العذراء أرفع الشكر من أجل عائلتي من أجل أمي معلمتي في حب الله وأمه مريم إلى روح والدي الذي من فك يرافقني بالشفاعة من حيث هو إلى جانب عرش الحمل بصلاة والدي صرت ما أنا عليه كاهناً راهباً يعلن حب الله للعالم بارككم الرب وأعطاكم دوماً فرح حضوره ومحبته وسلامه لا بد لي أن أشكر محبتكم جميعاً الحاضرين فيما بيننا كما أشكر أصحاب السيادة الحاضرين ومن أوفد ممثلاً عنه كما الرؤساء العامين والرئيسات العامات صلاتكم هي المتكأ الشكر أيضاً إلى السادة رؤساء الأحزاب والقيادات العسكرية وأصحاب المعالي والسعادة والفعاليات جميعاً وممثليهم والأصدقاء الحاضرين فيما بيننا بالجسد موجهاً تحية قلبية لكل من تغيب وهو متحد معنا بالروح أشكر جميع العاملين في مؤسساتنا وأديارنا على تعبهم وتضحياتهم وروح الانتماء التي ما بخلوا بها يوماً أشكر أبناء بلدة رعشين والرعاية التي خدمتها في ذوء مصبح وأدونيس ومار أنطونيوس ومار بوتروس كريم التين ودير شمرة أشكر بنوع خاص رابطة الأخويات في لبنان عائلتي الجديدة التي علمتني حب الرسالة وحب الجماعة ومعنى التضحية وفرح اللقاء وقد شرفني مجلس البطاركة والأصاكف الكاثوليك في لبنان بانتخابي لثلاث دورات متعاكبة مرشداً عاماً لها هكذا تعرفت على كنيسة لبنان المصلية وزرت معظم الرعاية فيها لأعلن أن لبنان أرض صلاة وقدسين لهم في قلبي مشاعر الحب وسأحملهم دائماً في صلاة كما هم فاعلون اتحادنا اليوم حول جسد الرب الإفخارستي يكتبر عبر الأثير التليفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي وهنا لا بد لي أن أشكر جميع وسائل الأعلام دمتم رسلاً في خدمة الحقيقة والبشارة أعاهدكم اليوم أن الرهبانية لن تتخلى عن دورها الوطني والاجتماعي فهي في صلب صنع القرار فالسياسي الحكيم والناجح هو من يضع نصب عينه كلام الإنجيل المقدس فلبنان بحاجة لنا والرهبانية ستبقى بتناغم كامل مع رأسها وتسير بخطة بكرك وسيد بكرك فالرهبانية تسير بخط بكرك وسيد بكرك فلبنان يبنى بالعمل والكد لا بالكلام والثرسرة الرهبانية المارونية مدماك أساس في بناء الوطن ولن نتخلى أبداً عن هذا الدور وسنبقى كما كنا في حضور الدولة وغيابها سنداً للمظلوم وصوت الحق المدوي باركنا الرب وبارك وطننا وطن الرسالة وبارك الرب رهبانيتنا المارونية المريمية بنشئها وكهنتها وكبارها بأديارها ورسالاتها ورعاياها ومؤسساتها رحم موتها ووهبنا أن نبقى دوماً كما كنا طيلة الكرون الثلاثة الأخيرة حالة لقاء وحدث انطلاق نعلن من خلاله للكون بأسره خلاص المسيح وبشرى الإنجيل آمين ترجمة نانسي قنقر